بخبرة السنين هنعمل عجينة قطيف رمضان وكل عام وانتو طيبين مقدرنا النهاردة مزبوطة وهقلكو على تكات بسيطة علشان تطلع معاكو انتو كمان النتيجة مزبوطة يلا بينا نشوف الطريقة والمقدير وباسم الله كده هنبتدي بكبيتين الا ربع مية المقدار المزبوط كبيتين مية بس لازم نعير كبيتين الا ربع ونشوف الدي ايه هيحتاج زيادة ولا لا بعدها معلقة صغيرة ممسوحة خميرة فورية وما تحاوليش زودي الخميرة وهنعرف دلوقتي الخميرة الزيادة بتعمل ايه في القطيف بعد كده هننزل بمعلقتين كبار سكر وربع معلقة صغيرة ملح وممكن تحط الكيس فانيليا لو عايز العجينة يبقى لحيتها حلوة وممكن ما تستخدمهوش يعني الفانيليا اختيال بعد كده هنعير كبايتين دقيق ونفس الكباية اللي عيرتي بها المية هي هي اللي اتعايير بها الدقيق ونحط كله في الخلاط ونخلط كده المدد دقيق او دقيقتين لحد ما الدقيق يختفي تماما بعد كده هنصف الخليط بالمصفة ونحط الخليط ده كله في طبق طب احنا عايزين نعرف الخليط معنا مظبوط ولا لأ هنعمل ايه هنجيب معلقة اوي سباتوا لو ناخد شوية من الخليط ونرفع لفوق ونبتدي نصب الخليط لازم ينزل معنا كده بكل سهولة من المعلقة مايبقاش خفيف اوي ومايبقاش تقيل زي الكتل وفي نفس الوقت يسيب اثر في المعلقة يعني تلاقي العجينة كده باينة على حرف المعلقة كده بيكون مظبوط هنعمل ايه بعد كده نغطي الخليط ونسيبه من نص ساعة لساعة ما تخليش الخليط اقل من كده وما تحاولش تسيبيه اكتر من ساعة لان لو سبتيه اكتر من ساعة الخميرة هتشتغل اوي مش هتديكي نتيجة كويسة بعد النص ساعة او بعد الساعة نبتدي نقلب تاني لو لاحظت ان الخليط تقل معاك شوية وهو فعلا تقل حاجة بسيطة ممكن هنا تزودي مع لقتين تلاتة ماي نبتدي نسوي على طول هتجيب الطاصة اللي هي غير لصيقة وتحطيها على نار وسط الطاصة تسخن الاول بعد كده تغد شوية كده بالمعلقة او بالمغرفة وتصبي على قد الحجم اللي انت عايزة يعني عايزة اطايف كده عصافير صغيرة ولا اطايف كبيرة المهم هتحط شوية والنار عندك تبقى وسط او اقل من الوسط حاجة بسيطة ولو بتستخدمي طاصة صغيرة زي اللي انا بستخدمها كده يريد تحطيها على اصغر عين عندك ما تحطيهاش على الوسط ولا الكبيرة مش هتصبت التسوية خالص فاول عجينة دي او اول وحدة اطايف احدى بنجرب فيها علشان نزبط درجة الحرارة فاول ما بنحط خليط العجينة بيبتدي يعمل فوقعاتها وزي ما انتوا شايفين بعد كده لون العجينة يبتدي يغير لحد ما القلب في النص كده بيبقى لونه ابيض بنحس ان هي لسه العجينة فتحة اول اللون الفاتح ده او اللون الابيض ده ما لونه يبقى زي طرف القطايف كده بتكون استويت ما ينفعش نسيبها اكتر من كده هتنشف طيب بعمل ايه بشيلها من على الطاصة وببتدي قلبها اللون من تحته مزبوط يبقى كده الحرارة عندي مزبوطة وبكمل بقى الكمية طيب انا حطيت العجينة وعمل فوقعات الهوى بس لسه من فوق ما استويتش ومن تحت اخدت لون غامق يبقى النار عالية اهد النار شوية تمام طب ممكن يبقى العكس نلاقي ان القطايف من تحته بيضة اه يعني اه ما خدتش اللون العسلي كده النار هادية قوي كده هتغيب معايا ولو غابت على ما توصل للون العسلي من الارضية اه القطايف هتنشف فقوم اعلل نار حاجة بسيطة كده النار عندي مزبوطة فببتدي اصب في تسطين وممكن احط ثلاثة علشان اخلص الكمية بسرعة اه اول ما بصب العجينة سويني كده بتعمل فوقعات الهوى وزي ما انتو شايفين كده ان فوقعات الهوى عندي مزبوطة لو الخميرة زيادة هتعمل ايه هتعمل لي فوقعات هوى واسعة وكبيرة فبكده القطايف هتكون مفتحة من الناحيتين لما تكت حطي الحشو وتقفليها وتقليها في الزيت هتشرف زيت كتير جدا وهتحس ان انت بتاكل قطايف كده كلها عبارة عن زيت فالخميرة ما تحاوليش ان انت تزوديها خالص عشان العجينة تزبط معاك زي ما انت شايف اول ما بشيل القطايف من على النار على طول وهي سخنة كده مولعة بحطها على الفوطة وبغطيها وبسوي اللي بعدها كل ما بشيل من على الطاصة بحطها على الفوطة وبغطيها على طول وبتحطيها على الارضية بتاعتها وحطي القطايف فوق بعض يعني ما ترسهاش جنب بعض كده مفروضة كل اللي تطلعيه حطيه فوق بعض وما تقلقيش خالص طب وانت بتسوي لقيت ان العجينة تقلت معاك تقدري هنا تحطي شوية مياه صغير نعلم علاقة ومعلقتين او كمية بسيطة لحد ما القوام يزبط معاك وتصبيه زي ما انا بصبه كده في التصى بالزبط كده هيديك نتيجة ممتازة زي ما انتوا شايفين كده القطايف طلع الله مبارك بصوا المثام بتاعتها عاملت ازاي فوقعات الهوى فيها مظبوطة قوي ومن الناحية تانية نعمة مش مفتاح من الناحيتين كده الخميرة مظبوطة يعني ايه يعني كبيتين الدقيق اخدوا معلقة صغيرة ممسوحة زودنا الخميرة فوقعات الهوى دي هتبقى مفتوحة زيادة من الناحيتين بتشرب زيت زي ما اتفقنا طب في عجينة بتتعمل من غير خميرة في ناس بتحب تعملها كده يعني بتعتمد على البيكنج بودر بس ده هيخلي العجينة تقيلة شوية يعني القطيف تبقى مكتومة شوية فالخميرة بتديك نتيجة زي اللي بتجيبيها من بره بالزبط وبعد ما تخلصي الكمية كلها تقدري تعملي الحشو على طول وتقفليها على طول هتقفل معاك والطرف بتاعها هيلزأ لو حبيت يتسيبيها ساعة او ساعتين تمام بس يتسيبيها وهي مضغطية او جوة كيس طب لو عايزة تشليها في الفريزر ماينفعش تشليها مفروضة ماينفعش لازم تحطيها الحشو وتقفليها بالطريقة دي وتعبيها في كياس كده لما تطلعيها هتطلع عزة على طول تجربوا طريقة النهار ده وان شاء الله هتعجبكم جدا